ماذا هو ردك على ما أصير إنه اللاعب عنده 35 سنة وليه الأهل يتعايد مع اللاعب عنده 35 سنة بمليون و 600 ألف دولار إلى جانب كل اللي أنا قلته ده الراجل جاي من موسم واحد من موسم واحد كان والناس يقدر تخش تدور دايما هي عايزة يعني عشان دقي الوقت ما عرفناش نجيب بقية الماتيريالز يعني تخش تدور كان فيه مطالبات مطالبات لضمه للمنتخب الفرنسي قبل كاس عالم 22 بكلمكش عن حاجة من 10 سنين قبل كاس عالم 22 كان فيه مطالبات بعد مشكلة بنزمة إنه يتم دمه ده راجل التالت هدفين الدوري الألماني ومكسر الدنيا والناس بتكلم عنه بطل تاريخي كان فيه مطالبات من سنة بروسيا دورتموند وبروسيا دورتموند معروفة في العالم كله بنتكلم على إزاي والنظام الكشفي وإزاي بيدوروا والسكاوتينج وإزاي بيعملوا وبيينطقوا العيبة إزاي لما راح يجيبوا العيب دفعوا فيه 5.5 مليون يورو من إمتى من 10 شهور مش من 10 سنين من 10 شهور وعند 34 سنوي دفعوا فيه 5.5 مليون علشان يجيبوه يشتغل معهم طيب نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بتجربة بروسيا دورتموند الراجل في تجربة بروسيا دورتموند اتنقل من فريق بيعتمد بشكل كبير على الكروسز هو الفريق الأعلى في الدوري الألماني مع بومجارت وده كان زكاء من المدير الفني إنه عنده جوهارة جوهة 18 في التعامل مع كرات الرأسية فكان الفريق الأعلى إرسالا للعرضيات في الدوري الألماني بالكامل دورتموند كان الفريق السابع فريق ما بيعتمدش على العرضيات مع كله النجاح عشان كان فيه اللعبة طريقة اللعبة فيها عرضيات المنظومة يعني ما نجي نبص على الأهل الأهل بيلعب بالطريقتين الأهل شفنا عدد عرضيات قد إيه ولم تستغل وفي نفس الوقت الأهل عنده مليون طريقة مع مرسل كولر بيسجل بيها فهو عنده اللي يقدر يترجم فيه قدراته التهديفية مع دورتموند ما كانش عنده ده مع دورتموند هو كان جاي بعد إصابة سبيسان هالر بالسرطان فكان جاي إنه يشتغل لحد ما يشوفه موقف سبيسان هالر ياما هيتعافى ياما هيتعافى ياما هيتعافى بديل فهو كان جاي الموسم ده يلعبوا مكان سبيسان هالر لكن الطريقة لم تتناسب معاه فما كانش موسم ناجح لي بأفضل شكل لإن إمكانيات الفريق وشكل اللي هم تعدرتموند اللي ناس كلها عارفاه يختلف تماما مع إمكانيات الرجل ده يا بخته وهنا إنه عنده ريدا سليم وعلي معلول من يوم في المين انت متخيل إحنا كلنا بنتكلم عن الكلام ده لما وقفت هنا كريم وقعدت أشرح طريقة اللي الرجل بيفكر فيها والكراسز بتاعت ريدا عشيكي هيلعب ناحية نمين أو ناحية الشمال اعتمادا على إنه أفضل مرسل للعرضيات في الدور المغربي آخر موسمين ريدا سليم موجود معافل فريق بالإضافة لوجود عالي معلول بالإضافة لوجود حسين الشحات واحد من أفضل صناع اللعب اللي موجودين في الدور المصر دلوقتي فلما ترجم كل دول إن الكروسز دي كلها عندك صناع اللعب بالشكل ده بيخدموا عليك لأ طبعا ده هو يا بخته وهم اللعب يا بختهم اللعب جهة 18 بالشكل ده أنا معايدي ديئة كمان عايز أقول تلات حاجات مهمة بسرعة جدا في تقيها رقم واحد رقم واحد أنتوني مودست كواليتي 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 مهاجم ما دخلتش الدور المصري قبل كده بس القصة تبقى منهية أنا بتكلم على كواليتي مثبتة أنا مش بقول رأيي أنا هنا مش بقول رأيي خلص والله أعلم ينجحه قصة الانسجام من عدمه نجاحه من عدمه بياد المول عز وجل تقول ده أفضل كواليتي المهاجم جهة دور المصري جهة دور المصري يعمل ليه جهة دور مصري الله أعلم رقم اتنين أنتوني مودست هو باختيار مارسل كولر باختيار مارسل مش باختيار حد تاني كان عنده ناس معروض عليه هو اختر الرجل ده فيما هو متاح في الأوقات الأخيرة عشان ناس تقول لي طب هو ما كانش موجود لي من الأول لا في الوقت الأخير لما فشرت المفوضات مع أكتر من اللعب ما كانش معروض مودست في الأول لما عرد عليه مودست في القيمة الأخيرة اللي تعالت عليه في الأيام الأخيرة في الأسبوع الأخير طبعا ادى الجرين لايت أنه يخلص أنتوني مودست للنادي الأهلي أخيرا أخيرا أي لعب كبير أي لعب كبير وهو لعب كبير جدا فيما يتعلق بالكواليتي جاية تلعب في الدور المصري بيحتاج لمعاملة نفسية وأنا قلت معاملة نفسية في كلامي مرتين هقولها للمرة التالتة معاملة نفسية اللعيب ده تقلق وأبدع في كل تجاربه لما كان المدير الفني بيتعامل معاه وهنا هقف كتير عند مارسي الكولر اللي هو أستاذ ورئيس قسم في التعامل النفسي مع كل اللاعبين والتطور والمعاملة للعابة الكبار اللي قاعدت على الدكة في النادي الأهلي واللعابة اللي لعبت واللعابة اللي اتطورت يديك كريدت كبير أوه عند مارسي الكولر مش بس فني في التعامل النفسي مع اللاعبين فلعيب بحجم أنتوني مودست كل اللي انت محتاجه غير التهيئة والانسجام أنه يتم التعامل معاه نفسيا بشكل جيد أنتوني مودست مكسب كبير جدا 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 للنادي الأهلي إذا ما يتجاوز الكشف الطبي غدا ورجع على القاهرة عشان يسافر إن شاء الله مع الفريق اشتركوا في القناة